قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم ام لا مكا حتى يتهام نفتح بحت نطلب من شرطة ليس ننتظر من شرطة تاخد تحريات من واجبي ومن حقي والدستور يحميه والقانون يحميه يتحرك هذا نظلم هذا رسالة الوزير ولكن باش ما تكونش انه في دانوس انا عندنا نقطة في الميدان هذا الكتاب كل من يستطيع بيك اي باي باي برد وما يكونش قطة متابعة اي ضغطة هذا هو نتقدم قصر لا تتحرك على خلفية ربما مقال لكن هناك تصريحات لبعض الاشخاص لبعض التشكيلات السياسية لبعض البرمانيين هناك اكثر يعني في شكل بلغات احنا نقصده ان اكثر القضايا التي تثار عبر اجهزة الاعلام مثلا او القضايا التي تأخذ طابع رأي عام وطني مثلا عندما يجيك نائب ولا يجيك رجل سياسة يتهم شخص معين بالفساد او باي جريمة اخرى ويقول لك ان نملك وثائق هل يعتبر هذا كبلاغ بوجود جريمة معينة المجتمع لا يستطيع ان يتحرك يعني هو نيابة مثل المجتمع المجتمع لا يستطيع ان يتحرك كاشخاص يروحوا يدير شكواك كلفه النائب العام وكلفه وكالجمهورية طارق القانون هل تعتبر هذه البلاغات اللي موجودة في الصحافة في اجهزة الاعلام عبر كافة الطرق اللي نسمعوا بيها احنا بوجود جرائم هل هذا يكفي ان الوكيل الجمهورية او النائب العام يطالب بفتح تحقيق بناء على هذه الصريحات ويستدعي الاشخاص اللي قدموا الصريحات ويستدعي ايضا الاشخاص اللي قدمنا لذين اشتوكيا منهم يعني تقدمت شكوا منهم من غير النيابة ربما استدشر في من له الحق في تحريك الدعوة العمومية احنا عايشين مع فرنسا نقول قامر العسل ينون دوميال يعني ما يجرى في فرنسا احنا عالمين به في فرنسا مثلا لان عدد امور تقرمنا مع بعض اي قاضية الرأي العام يسمع بيها بطريق الصحافة او اي طريق اخرى النيابة تتحرك اللو دون انكت بريليمينير تقائيا مهما كان صيفة الشخص المشكوك فيه ولا راح يقوموا بالتحريات عليه تم هده الاستقلالية العدلة باش نوشل هده التاريقة النبيلة ومنتظرة وشي ما وش كلام فقط لابد نطيله كل صلاحيات والعدلة تكون مستقلة وما يكونش هو النايب العام او اي نائب يكون هو محرج الاخداء تصرف فرضي لماذا توشرت الهديك هاو الهدف اللي نحوش عليه ما وش خيالي ما تقوليش ما يقدرش لا لا اعطيله صلاحيات لا صلاحيات موجودة القانون موجود وتسمع الوزير يذكر كما قال لك الزميل قال لك الوزير يذكرهم ولكن المشكلة مشكلة ممارسات تدخيل انت وكيل جمهورية في محكمة معينة يدير مباشرة دعوة عمومية ضد مسؤول معين او في قضايا معينة دون الرجوع الى النائب العام يعني اذا رجع النايب العام ما بقاش استقلالية يعني هو حقيقة فيه التسلسل في الرجوع الى الاشخاص اللي هم اكثر منك سلطة ولكن لما ترجع النايب العام النائب العام يدوره يرجع للوزير ونعود ونرجع النفس الاشكالية لكن حتى الوزير قال لا يمكن اطلاقا لانيابة ان تبقى في المكاتب وتتلقى ما يأتيها من ضبطية القضائية يجب ان تتحرك هي الحامل الحق العام كيف تتحرك تشوفه النايب العام ولا نائب وكل جوي يخلص الشرع يروح يعوس على المشاكل اللي يسمع بها هتكلم معقول مش حاب يقول يتحرك حاو يتحرك او في مكتو يجيه معلومات ويقرأ الجريد ويسمع أنا نقول لك ربما يقصد الوزير القضايا البسيطة القضايا التي تخص المواطنين القضايا بين مواطن ومواطن مثلا كل قانون فوق الجامع لا لا يحصل مثلا ولكن ما خلقوش توزن كين قضايا تحركها قد يعصف بكثير من الهيئات ويعصف بكثير من الاشخاص لذلك ما يقدرش أنا نقول لك هي قضية كما قال لك الأستاذ قضية استقلالية تعقاضي لازم هو في نفسه يكون مقتنع بأنه مستقل إذا ما اقتنعش بأنه مستقل لا يقدر يعمل ولا شيء لأنه يعود يرجع دائما إلى مسؤوله ومسؤول يرجع إلى مسؤول وهكذا الدول العمومية لا تحرك إطلاقا ولكن إذا اقتنعت بلي عندك استقلالية إذا اقتنعت بأنك محمي من طرف هيئة معينة محمي بمعنى أنك ما تتعرضش لعقوبات وتتعرض إلى عملية نقل معينة أو تتعرض يكثر من الأمور في هذه الحالة تقدر نيابة تتحرك وتباشر الدول العمومية ضد أي شخص مهما كانت سيفتعه يكونش ميكيلتين أكيد البسيط هذا كنقدر نتحرك عليه في هذه النقطة نعم عندما نتحدث عن تحريك الدعوة العمومية كيف تكون ربما عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية استاذ دوري الحصانة البرلمانية كانت قوانين سوى فيما يخص يسير البرلمان والقانين العام أي حصانة في الشيء اللي عشناه المرة على ما جاء على الرأي العام ما بين وزيرة ورئيس حزب باش نطلبه رفع الحصانة الانتحة كين بعد الميكانيزمات لازم يكونوا محترمين يكونوا الشكوى والشكوى تروح للوزير العاد والوزير يبعد الرئيس البرلمان اللي هو كين مكتب البرلمان اللي هو يجتمع لها ونبعد تروح للجنة القانونية باش أو يكلوا البرلماني يرفعوا أو ما يرفعوش ولكن حبيت نضيف إلا رفعنا الحصانة الانتحة أي برلماني ما وش معنتها رفعناها نهائيا رحلوا المانضة لا يقدر يرفع الحصانة في المدة القاضية المطروحة أمام العدلة وبعد يقول لي وشي اللي يستفد منه في العهد يقول دائم يعني رأي عمجك يرفع الحصانة رحلوا كل شيء لا مدة مدة القاضية المطروحة أمام العدلة ولم يحدث إطلاقا أن نزع البرلمان الحصانة عن أحد نوابه وهذا ما تنتهي وهذا أيضا لكن ربما 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 إذا تم تحريك دعوة عمومية ضد أي برلماني اللي يتمتع بالحصانة البرلمانية يعني لا يمكن لي وكيل الجمهورية أو النائب العام أن يسمع هذا البرلماني كبرلماني واتهام ضده ما يقدر شيء زمان لازم نرفع هو مستفيد من حصانة برلمانية يعني بمناسبة ممارسة عهداته النيابية طيلة هذه المدة هو محمي من أي متابعات قضائية طيلة هذه المدة اللي هي خمس سنوات ولكن المتابعة القضائية تعود ترجع بعد انتهاء العهد ترجع المتابعة القضائية اللي كانت متوقفة ضد هذا الشخص ولكن كان حالتين كان كبير كان حالتين على سبيل الاجتهاد كان برلماني قام بقتل عمدي ما يقدرش يدنه أرفع الحصانات وراح للعدالة وبراته العدالة أعودوا لبرلمان وكان حالة أخرى اللي عشت أنا كدفاء إنسان قام بحادث مرور وهو على في حال السكر المدة اللي كان هو برلماني ما مسوهش خلاصة العهد أنتاعه اليوم الغد وجدتوا استدعاما ربما هل امتلاك الدعوة العمومية من قبل النيابة الآن بحاجة إلى مراجعة أستاذ شرفي نعود لي سواء العيش هل امتلاك الدعوة العمومية من قبل النيابة بحاجة إلى مراجعة أستاذ يعني إعادة النظر في امتلاك النيابة هل من المقبول مثلا إننا نخلقوا جهات أخرى إذا ما تحركتش نيابة تتحرك نعم هناك أشخاص ربما هما لي مقتصر يبقى تبقى ولكن الإشكال إذا ما تحركتش نيابة ربما هل نظن بأن الآليات موجودة نيابة العامة هي تمتلك الدعوة العمومية لأنه ما يقدرش يمثل المجتمع أكثر من شخص واحد المجتمع تمثل جاه واحدة ولكن عاودنا نقوله بأن المشكلة ومشكلة ممارسات يعني هو حقيقة تطبيق لما تكون أحيانا أنت تحب تحرك دعوة عمومية والنيابة قضية شهيرة حصلت منذ إعداد أسابيع باش تعرف يعني تحرك الدعوة العمومية في القضاء مش حل مهم جدا يعني تشوف شخص يقوم بنشر فيديو لعملية تعذيب لعملية تعذيب بتاع شخص معين تبعنا تبعنا يعني احنا هنا على مسوى قناة النهار قمنا ببث ربما بعض الفيديوهات لبعض الجرائم لكن نيابة على مسوى مجلس قضاء وهران تحركت وليس فقط هذه القضية في كثير من قضية ولكن نحكيك على تحريك اللي باش تفهم نيابة تروح تابع شخص لي نشر الفيديو ما تابعش اللي قام بالتعذيب تقوم ب لا مش لا نحكيوش على قضية معينة يعني تقول لك تبع هذا الشخص هذه هي سلطة الملائمة وتنسى هذا الشخص اللي قام بعملية تعذيب لأنه الأمر أصبح ممارسات لأن القضية فيها جريمتين الشخص اللي قام بنشر الفيديو قام بجريمة معاقبة لها بقانون العقوبات لأنه تخل في الحياة السرية وتخل في كثير من الأمور والشخص اللي قام بالتعذيب أيضا يشكل جريمة أيضا تابع لها النيابة ولكن لما تابع شخص وما تابع شخص آخر تصبح مشكلة في إطار سمح في إطار تسهير العادي أنا قل فيها ذاك ليختلص أموال لقاس الاقتصاد الوطني نعم لقاس في السياسات هذو ما هو موقف النيابة هاوش نتضر الشعب مايش ميكيلتين ننتظر كلنا قانون فوق الجميع هل عنده قدرة بدون ما يتقاس بدون ما يتهان بدون ما يوقفوه بدون ما ما يعدوه محروج يقدر يحرك دعوة العمومية خليني هذك الاقتل وهذك الفيديو هذك عادية هل العدلة ماوش هذها ننتظروا منها الرأي العام والمواطني فسد التم يشوف بعينيه الأمور رائعة والناس واحد مايبوجي هاوش يهمنا لا 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 وليس فقط الاقتل المجتمع بصفة عامة كل ما يضر بالمجتمع المجتمع إذا أنت ما بديتش الحاجة صغيرة قيمتها ما نظنش راح تكون الحاجة الكبيرة إضافة عندها قيمة إحنا لما حكينا على المية لهذا النوع من القضايا باش نقصده بأن الملاءمة أنك تختار والسلطة تقديري أنك تتابع شكو تحب وما تتابع شكو تحب أنا طالب نتاعه ونوصلوله إن شاء الله وكون القانون فوق الجميع وما نفرقوش ميكيلتين هذه نفتح قضية عليه وهذه لا لا ولكن أنا نظن باللي لازم أنا يخي دايما نضد نضل ندقم مع النيابة ولكن هنا نحميها نقول أعطيهم أحميهم يتحركوا نعم شكرا شكرا لك أستاذ كورتو فقط نقولك فقط باللي نهار يكون القاضي يؤمن بأنه مستقل هو في نفسه يعني تبدأ الاستقلالية بنفسه في هذك اليوم وفي هذك الأيام يقدر يكون تحرك الدولة ومعنده معنا آخر جزيل شكر لك الأستاذ كورتل عبدالحفيظ الشكر كذلك لأستاذ المحامي شريف شورفي الشكر موصول لكل المشاهدين ألقاكم الأسبوع القديم إن شاء الله سلام لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا رسكتة ترجمة نانسي قنقر